يا اهلا بكم في فيلمنا الجديد اللي بنوان زى هونكي باك اوف نوتر دام القصة الغنية عن التعريف يا الصديقي واللي تعرضت باكتر من شكله واكتر من طريقة سواء في افلام مواقعية او كارتون علشان كده باوعدك بفيلم جامد لان قصته من القصص اللي ممكن نقول عليها تراثية وقديمة بس امراه ما كانت مملة او تزهق هل احنا بقى نسيب متابعنا الجميل اسمع عن الفيلم وما اعرفش الملخص بتاعه هيبعلك يا عمد احنا عنينا ليه لاننا ما عندناش اغلى منك مش هكلم عجبة عن السبسكريب هطلب منك بس جالس في شارك المقرمش ومشروبك الجميل ويلا بينا بقى نشوف الفيلم الجامد ده بيقول ايه بتبدأ احداث فيلمنا في باريس وبنعرف ان المدينة دي وقتها كانت كلها الظلم وبتبدأ الحكاية وبنشوف عدد كبير من الاسر عاوزين يغربوا من ظلم الحكام هناك لكن بنعرف ان الحراس بيبضوا على اي اسرى عاوزة تهرب من المدينة لان الحكام بيكونوا خايفين ان كل الشعب اهرب وطبعا وقتها مش هيكون في اي حد يشتغل جوه المدينة وبنشوف مجموعة كبيرة من الاسر بيهربوا لكن للاسف الحراس بيقدروا انهم يوصلوا لهم وبيبضوا عليهم وفي الوقت ده بنشوف واحدة ستة معها اللفة بيتصمم انها ما تستسلمش وبتهرب لكن قاد الحراس اللي بنعرف ان اسمه فرولو بيشوف الست وساعتها بيقول اكيد سرقى حاجة مهمة علشان كده هو بنفسه بيفضل يطردها لكن الست بتفضل تغرب منه لحد ما بيوصلوا عند الكاتدرائية بتاعة نوتردام وانك بيقدر فرولو انه يمسك الست اللي بيتحاول تاخد منه اللفة اللي كانت معاها بعد ما فرولو اخدها لكن وقتها فرولو بيزقها والست بتوع على سلم الكاتدرائية وبيتموت وساعتها فرولو بيمسك اللفة اللي كانت معاها علشان يفتحها لكنه بيصدم صدمة كبيرة لما بيلاقي جوه اللفة دي طفل مشوه وساعتها بياخد الطفل علشان يرميه في البير لكن في اللحظة دي بيظهر الاساس بتاع الكاتدرائية وبيتكلم مع فرولو وبيقوله مش كفاء انك تلت الست في مكان عبادة لازم تاخد الطفل دا وتربيه واتا فرولو مش بيلاقي حل تاني غير انه ياخد الطفل وبيسميه كوازيمودو يعني المشوه وبياخده علشان يحطه في برج الساعة وبيقول طفل زي دا لازم يعيش بايده عن الناس طول عمره وبتعد السنين على الوقت دا وبينشوف كوازي بعد ما كبره وبقى شاب وبيكون لسه زي ما هو عيش في برج الاجراس بعد ما فرولو الشرير يدري يقنونه انه هو اللي انقذه بعد ما امه يعني سابته ورمته في الشارع وطبعا كوازي ما يعرفش اي حاجة عن اللي حصل لانه كان لسه بيبه وقتها اساسا وبنعرف ان كوازي عنده قدرة غريبة على انه يتكلم معه التمثيل والمجسمات اللي موجودة في اوتو وبنعرف كمان انه منحات شاطر وعمل المجسمات دي علشان تسليه خصوصا انه الواحده طول الوقت وما فيش حد معاه وبنعرف ان اليوم دا هو عيدي التنكر وساعته كوازي بيكون نفسه يطلع من البرج بقى ويحتك بالناس ويحتفل معهم بيدي التنكر وبيعود يتكلم مع التمثيل وبيقول له من عاوز اروح احتفل والتمثيل بيفضلوا يشجعوه بيقول له فكك من فرولو وينزل وعيش حياتك لكن كوازي بيكون خايف جدا وفي اللحظة دي بيوصل فرولو للمكان علشان يتغدى مع كوازي زي ما هم من متعودين احتفل بالعيد مع الناس بيبدأ فرولو يخوفه بيقول له انا عاوزك تفضل عايش هنا لانك مختلف عن الناس والبشر دول شريرين جدا واكيد لو شافوك برا المكان ده هيئزوك وما حدش هيرحمك وطبعا يا الصديقي كوازي ما كانش قدامه حاجة غير انه يقول حاضر وخلاص وبيروح بعد كده علشان يشوف القائد الشجاع اللي بنعرف ان اسمه في باس وبنعرف ان جات له امر يسيب الجبهة بتاعت الحرب وييجي علشان يكون قائد الحرس الخاص بفرولو وسيته في باس بيسيب مكانه بيروح لشان ينفذ الامر ولما بيوصل للمدينة بيشوف شرطة باريس اللي بيكونه اشرار وموقفين بنت غيجارية لشان ياخدوا كل الفلوس اللي معاها وبيقول لها انت اكيد سارها الفلوس دي لكن البنت بتفضل تدافع عن نفسها وبيقول لهم انا اشتغلت وقدرت اجيب الفلوس دي وسيته في باس بيكون شهم وبيتدخل وبيضر انه يعطل الشرطة وبيقول لهم سيبوا البنت في حالها وبعد كده بيسأل علشان يروح داري القضاء ويقابل فرولو وبيوصل انك فعلا وسيته فرولو بيبدأ يتكلم معاه وبيقول لنا اسميت عنك كتير جدا وعارف انك شجاع علشان كده اخترتك لانك انت اللي هتقدر تساعدني اقضي على الغجر وقدر اكتشف مدينة العجائب بتاعتهم وسيته في باس بيستغرب جدا وبيقول له ان انت خلتنا سيب الجبه بتاعت الحرب واجي هنا علشان مهمة تفهى زي دي لكن فرولو بيقول له من اللي قال لك ان دي مهمة تفهى ده موضوع بيهدد امن باريس وامن فرنسا كلها وبنروح بعدها يا صديقي علشان يشوف الاحتفال بعيد التنكر وبنرف ان الكوازي قرار يكون شجاع ونزل من البرج علشان يحتكب الناس ويحضر الاحتفالات وبنشوف الغجر اللي بيكونوا بيعملوا كل الاستعراضات الحلوة جوه الاحتفال وبنرف ان في نهاية الحفلة لازم يختاروا اسوأ وش في باريس وفعلا بيبدأوا يعملوا كده ولما بيشولوا القناع عن كل واحد باللحظ ان الناس بيحاولوا يعملوا تعبيرات مخيفة بوجههم الحقيقي علشان يختاروهم كاسوأ وش من باب الاحتفال واليزار وكده لحد ما بيجي الدور على كوازي وقتها لما بيشولوا القناع وبيعرفوا نداء وشه للحي بيقولوا هو ده اسوأ وش في باريس وكل اللي الموجودين بيفضلوا يتفهوا نداء قبيح ومشوأة وكمان بيربطوه بيفضلوا يحدفوا عليه فكة بايزة ويدربوه وسيته فرولو بيتفاجئ ان كوازي عصق وامره نزل من البرج لكن بيقول بينه بالنفسه خليه يتربى ويتضرب بالجزم العدينة علشان يارف بعد كده ينزل من البرج وما يسمعش كلامي كويس لكن البنت الغيجارية بيكون موجودة في الحفلة وبتطلع تتكلم مع فرولو مع كل الناس وبتقولوا من اللي انتم بتعملوه ده ما ينفعش ولازم تكونوا عارفين ان ما فيش اي انسان بيتحكم في شكله ولو الكوازي ده مختلف عننا دي حاجة ما تخصهوش ولا تخصنا وطبعا في رولو بيضايق جدا من كرقة البنت وبيأمر الحراس بتوهم يقبضوا عليها لكنها بيكون سريعة وبتقدر تخلع من الحراس وبتفضل تغرب منهم وهم بيتطردوها لحد ما بتوصل جوه الكنيسة ومش عاوزك تنسى يا صديقي ان الكنيسة دي عايش في برج الاجراز بتاعها كوازي وبنشوف في باص اللي بيظهر جوه الكنيسة وبيتكلم مع البنت الغيجرية وبيقول له ما تي عيشا هنا احميكي لكنها مش بيصده وبتقول له انا عارفة اصلا انك من رجالة في رولو يعني اكيد تغضر بيا بس في باص بيفضل يقول له خلي عندك ثقة فيا وفي الوقت ده بيفتح باب الكنيسة وبيدخل في رولو معاه الحراس بتوه وسيته في رولو بيتكلم مع في باص وبيقول له شكرا لانك قدرت توصلني للبنت بسهولة وقتها البنت الغيجرية بيتبصل في باص وبيقول له مش قلت لك انك غدار وفي رولو وقتها بيدي امر الفي باص وبيقول له تفضل يلا اقبض عليها لكن في باص بيتكلم مع البنت الغيجرية وبيقول له طلب الحماية والبنت بتستغرب لكن سيته في باص بيكرر الجملة مرة تانية وقتها البنت فعلا بتطلب الحماية وسيته بيتكلم في باص مع في رولو وبيقول له البنت طلبت حماية الكنيسة انا مش هادر عمل لها حاجة ما هي موجودة هنا وبيخرج الاسيس بتاع الكنيسة وبيتكلم مع فرولو وبيقول البنت دلوقتي في حماية الكنيسة وما ينفعش تعمل لها اي حاجة وساتا فرولو بيتدهي جدا علشان مش هيارف يقبض على البنت دلوقتي لكنه بيقول يلا مش مهم خيرها في غيرها وبعد ما فرولو بيمشي البنت الغيجارية بتلمح كوازي موجود في المكان وساتا بتروح لشان تتكلم معاه لكن كوازي بيكون رافد دابس البنت بتفضل مصممة وبتجري وراه على سلم البرج لحد ما بتلحقه وبتبدأ تتكلم معاه وبتقوله انا اسمي ازميرالدا وبتفضل تتزله كتير عن اللي حصل في الاحتفال وبتطلع ازميرالدا مع كوازي في القوضة اللي هو عايش فيها وهناك بتتفاجئ بكمية المجسمات والحاجات اللي كوازي نحتها وبتطلع لفكرة انت فنان وعاوزة كمان اقولك اني مش كل البشر وحشين ولا حاجة بالعكس في بشر كتير كويسين لكن انت للأسف بتقابل معظم النمازج الوحشة وكوازي بيكون متوتر ومستغرب جدا خصوصا انه اول مرة يتعامل مع بشر بالاوربي ده او باختصار يعني اول مرة حد يكون قابله هو مش شايف انه وحش ومشوه وعلشان كده بيفضل يشكر ازميرالدا ومش بيكون عارف يقول ايه لكن بيستجمع شجعته في النهاية وبيقول لها انا مش عارف اشكرك ازاي لانك ساعتيني النهاردة وانقصتيني من التنمر والهجوم اللي كنت بتطردله في الحفلة وعلشان كده نهاردليك الجميل خصوصا انه عيش هنا من وان الطفل وعرف كل المخارج والمداخل بتاعت الكنيسة اللي محدش يعرفها غيري وفعلا بيقدر كوازي انه ياخد ازميرالدا وبيهربها من على التماثيل الكبيرة وبيقول لها يلا امشي من هنا بسرعة قبل ما الحراس يشوفوك لكن لما بيكون راجع بيتفاجئ انه في باص موجود وساعتبي اعتقد كوازي انه في باص موجود هنا علشان يبود على ازميرالدا علشان كده بيبدأ يهجمه لكن لما بيهدى بيارف انه في باص كان موجود هنا علشان يتزل الازميرالدا عن اللي حصل وعلشان يقول له انه تعمد يحبسها جوه الكنيسة لان دي الطريقة الوحيدة لإحمايتها لما بيارف ان كوازي هربها خلاص بيشكره وبيقول له يا بخت ازميرالدا انه عندها صاحب جدع زيك وبعد كده الصديقي بينشوف الحراس وهم بيبلغوا في روله ان ازميرالدا هربت واختفت من جوه الكنيسة ودي طبعا حاجة بتخلي فروله هيجنن ازاي هربت من كل الحراس اللي هو كان حاطتهم على كل بوابة من بوابات الكنيسة ونحاوت بيهم الكنيسة كلها علشان كده بيقول لحراسه قلبوا عليها باريس وفرنسا كلها وهتهالي ولو حتى من تحت الارض وبينشوف فروله بعد كده بيكون مفتري وبيفضل يدور عليها وبيرضل الناس فلوسة لشان يقولوا على مكانها ونستانيا بيعزبهم لحد ما بيوصل عندي بيت طحان وهناك بيدخل يتكلم مع الراجل صاحب البيت وبيقول له لو فضلت تنكر معرفتك بما كان ازميرالدا وقتها تفضل محبوز جوا بيتك ومش هتخرج منه لكن فروله بيكون مخادع وبيقول لي الطحان حتى لو حبستك جوا بيتك هتفضل وقتها في امان لكنه لما بيقفل الباب بتاع بيت الطحان بياخد شوالة نار علشان يولع في البيت وبيديه لفي باس وبيقول له احرق البدة على دماغي اللي جواه لكن في باس بيقول له يا عمنا راجل حرب مش سايب الجبهة ويجاي هنا علشان افتري على الناس الغلابة لكن فروله بيتعصب عليك جدا وبيقول له انت ممتك تنفذ الاوامر وبس مش انت اللي هتعلمني شغلي وعلى الاموم طز فيك انا ولع في البيت بنفسي وبياخد فروله الشعلة فعلا علشان يولع في البيت لكن وقتها في باس بياخد منه الشعلة وقتها فروله بيدي اوامر لحراسه انهم يبوضوا على في باس وبينشوف في باس اللي بيحاول يهرب من حراس فروله لكنهم بيضربوه بعد ما بيبعد عنهم شوية بيبطلوا يحدفوه بالاسهم وللأسف في واحد من الاسهم بيجي فيه وبيوقعه في المية ومنحص ان احظي في باس في الوقت ده ان ازميرال ده بيكون موجودة وسط الناس وميتنكرها علشان كده بيقرر انها تنزل المية وتنقذه وفعلا بتعمل ده وبتاخده بتعمل حد ما بتطلع من حتة امان وانك بتاخده علشان توديه للبرج اللي كوازي عايش فيه وبتكلم مع كوازي وبتقوله على فكرة في باس صديقنا وكان مستعد يضحق نفسه علشاني وانا شفته بيني وهو رافض الافترة على الناس الغلابة ورافض الطريقة بتاعد فرولو علشان يوصلي وبتطلب بعدها ازميرال ده من كوازي ان يخلي باله من في باس وبيبضل في باس في البرج بس طبعا خطورة ده يا صديقي بتكون ان فرولو بيجي البرج ده كل يوم وطبعا لو فرولو عرف ان في باس موجود في المكان ده اكيد وقتها يقتلوا هيئة الكوازي ومش بيجيئة الازميرال ده نفسها وبنشوف شجاية كوازي اللي بياخد في باس وبيقول له ما تلاش انا احميك هنا يا صديقي وبعد شوية بيقرب معاد رجوع فرولو للبرج وساتا كوازي بياخد في باس وبيخبيه تحت السري ومش عاوزك تنسى معلم ان في باس مصابة اساسا وبيدخل فرولو للمكان وبيبدأ يتكلم مع كوازي وبيقول له غريبة قضية كوازي حكاية ان البنت هارفت تهرب من الكنيسة ويا ما تعرفش المداخل والمخارج انت ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده لكن ساتا كوازي بيأمن نفسه مش من هنا وبيبضل ينكر اي حاجة تخص الموضوع ده وساتا فرولو بيتكلم معايا وبيقول له انا عاوزك بس تكون عارف ان الغجر دول خوانة وغدرين ما بيهمهمش اي حاجة غير المصلحة والفلوس وبس يكتصق في اي حد منه وعلى لو مم تهرب براحة هنا كده كده مدينة العجايب اللي هي عايشة فيها ايا واهلها والغجر ههاجبهم بألف جندي وهتربع المدينة على دماغهم ودماغ اللي خلفوه وبعد ما فرولو بيمشي من تحت السرير وبيتكلم مع كوازي وبيقول له يلا بينا معلم نخرج من هنا بسرعة لشان يروح نحذر ازميرالدا لكن كوازي بيكون تعقد جدا من المرة الوحيدة اللي هو خرج فيها من البرج وبيقول لنا بصراحة اسمع كلام فرولو مش اخرج من هنا تاني لكن في بص بيقول له تمام يا معلم بس انا اعتقدت انك صديق جدع واعتقد برضو ان ازميرالدا كان عندها نفس الفكرة عندك لكن شكله كده طلعت عيل في شنك على الامم انا روح اتعمل بنفسي لكن وقتها طبعا الكلام ده بيحز جدا في نفسية كوازي وبيتكلم معه في بص وبيقول لنا بس خايف لكن فعلا ازميرالدا تستاهل ان اضحي علشانها وفي الوقت ده بناعرف ان ازميرالدا ديت له سلسلة لما كانت معاه في البرج ويساته بيقول على فكرة ازميرالدا قالت لي ان لو حبيت اوصلها في اي وقت ممكن اوصلها عن طريق السلسلة دي لكن السلسلة بيكون شكلها غريب بس في بص بيكون زكي وبيقدر يربط الخيوط بتاعت السلسلة ببعض وبيقول بس كده معلم دي خريطة لمدينة العجايب بتاعة ازميرالدا واهلها من الغجر وفهلا بيبدأ في بص وكوازي انهم يتحركوا حسب الخريطة اللي مجودة على السلسلة لحد ما بيوصلوا في النهاية المقبرة وهناك بيعتقدوا ان في حاجة غلط لكن في بص بيرفع الغطة بتاعة المقبرة وبيعرفوا ان فيها سلم لبداية مدينة العجايب وبينزلوا السلم دا لحد ما بيوصلوا الاول المدينة وهناك الغجر بيبوضوا عليهم وبيقول لهم ازاي تيجو هنا المفروض ان ما حدش يارى في المكان دا غير الغجر بس بس احنا على الاموم هنقتلكم دلوقتي حالا علشان ما تعرفوش تخرجوا ولا تحكل اي حد تاني لكن في الوقت داي بتظهر ازميرالدا وبتتكلم مع الغجر اهلها وبتقول لهم ما تلاوشها جماعة دو الاصدقائي دا كابتن في بازل لانقذ اسرة الطحان وده كوازل لانقذن الكنيسة وهربن ووقتا في بص بيتكلم مع الغجر وبيقول لهم الفجر كمان كم ساعة هيجي فرولو رجالته ويقضوا عليكم بس للأسف يا معلم من اكتشف بعد فوات الاوان ان فرولو كان اسكى منهم وعمل لهم طهم علشان يعرفوه طري مدينة العجايب علشان كده بيظهر فرولو مع رجالته بيقض على كل اللي موجودين وبنشوف بعد كده ازميرالدا اللي بنعرف ان حكم الاعدان خلاص ايتنفس فيها في الوقت اللي بيكون كوازي محفوز فيه في برج الاجراز بتاعه متكبل بالسلاسل وبتيجي التماثيل اللي بتتكلم معه طول الفيلم وبيبدأوا يشجعوه وبيقولولو ايه معلم عن يفضل هنا واتشف صاحبتك تتقتل لكن كوازي بيرد عليهم وبيقولوهم ما باليد حيلة يا شباب انا انسان ضعيف وبيكتب بالسلاسل زي ما انتم شايفين بس التماثيل بيفضلوا يتكلموا معاهم وبيقولولو انت انسان خليك فاكر ده والانسان طالما عاوز يعمل اي حاجة هيقدر يعملها وستفعلا كوازي بيتشجع وبيقدر يقطع السلاسل اللي كان مربوط بيها وبيتحرك لشان ينقذ ميرالدا بس بيخاف جدا لما بيوصل عند ازميرالدا وينك بيلاقيها مش بيترد عليه واتا بيعتقد انها ماتت وبيفضل ينادي عليها وبيظهر في الوقت ده في رولو وبيكون معا سكينة شاهلها وراء ظهر وعاوز انه يتل بيها كوازي لكن كوازي بيستجمع شكاعته وبيقدر يصد لجنب تاع فرولو وبياخد منه سكينة وفي الوقت ده فرولو بيلاحظ ان ازميرالدا قامت مرة تانية وساعتها بيتدايق جدا علشان هي لسه عيشة وبنعرف ان في الوقت ده في باس قدر يتكلم مع كل شعب باريس وقال لهم فرولو طول عمره بيستعبتكم وشايف انه كم أقل منه وبيشجعهم وساعتها فعلا كل الشعب بيصور وبتحصل لاشتباكات جامدة بينهم وبين رجالة فرولو وده بيتسبب في وجود حرائق كتيرة جدا في المدينة وبنشوف كوازي هو شايل ازميرالدا علشان يهربها من المكان وساعتها فرولو بيحدد مكانهم وبيبدأ يطردهم وطبعا كوازي بيكون حافز المكان كويس جدا عند الكنيسة بس في نفس الوقت فرولو هو كمان بيكون عارف المكان وبيضر في النهاية انه يوصل لمكان قريب من كوازي وازميرالدا وبيمسك السيف بتاعه بيقف على تمسال علشان يقتلهم لكن التمسال بيتكسر به وتافرولو بيقع من الارتفاع العالي ده وبيموت لكن بتفضل المشكلة يمعلم ان كوازي وازميرالدا تزنقوا في مكان مش عارفين يخلعوا منه ومع الوقت بيبدأ توازن كوازي يختاله بيكون هيقع وبتحاول ازميرالدا انها تسحبه لكنه بيكون تقيل عليها ولشان كده مش بتعرف تعمل حاجة وفي اخر اللحظة بيقع للأسف كوازي وبنتقد انه هيموت لكن هنا بيظهر في باص وبيقدر انه ينقذه وبعد ما كل شعبي باريس كانوا بيقولوا على كوازي انه مشوه ومالوش لازمة في اول الفيلم بنشوفه وهو محمول على الاعناق وكل الشعبي بيهتف باسمه وبيقول ان ده الشجاع اللي انقذ باريس من الظلم وبس كده بيخلص سلمنا اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا ما تبخلش عنا باللايك تشجيعا لنا علشان نستمر وندم لكم الافضل دايما ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس لشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول واستنونا في فيلام كتير جاي وريب واشوفكم على اخير ومع السلامة